السلام عليكم الداري في هذا الفيديو لاعب كرواتي كيف تزرع في وجه مزراوي والفونسو ديفيز زملاء ادلو في باير مونيخ بخصوص الاقصاء من المونديال وايضا شنو قال ياسين بونو في اخر مقابلة له مع موقع الفيفا نبدو مع بونو في حوار دلو مع موقع الفيفا الرسمي قال اتمنى مواجهة المنتخب الارجنتين املك كثير من الاصدقاء في المنتخب الارجنتيني وسيكون لقاءا جيدا اتحدث وعلى المنافسين دل المنتخب المغربي قال بلجيكا تملك لاعب كبار وهو فريق قوي وقد وصلوا سابقا الى نصف نهائي كاس العالم والجميع يعرف قوتهم وكرواتيا يواصف النسخ الاخيرة اما كندا فهو منتخب طموح ويملك بعض لاعبنا الكبار ايضا ولذلك سيكونوا منافسا صعبا سيكون هدفنا تجاوز دور مجموعات وعلينا ان نكون جاهزين بالكامل اللعب هذه المباراة من اجل التأهل واعتقدوا ان علينا التعلم من تجربتنا السابقة في مونا على روسيا وقال على المدافع اقرد وامرابط كلاهما يملكوا جودة كبيرة تمكنهما من انصبح لاعبين مذهلين ولكنهما فقط احتجان الوقت حتى يتمكنوا من الوصول الى اعلى مستوى وقال كلام اخر لكن مكهمناش بالصورة كبيرة وبنسبة لاعب كرواتيا ولاعب باير ميونيخ لوجوسب ستانيتش قال قلت لماذراوي والفونسو ديفيز اللي هو ملاعبين المنتخب المغربي والكندي انهما سيخسراني امام كرواتيا في كأس العالم يعني رفعت تحدي في وجههم كتمنى وصرحت مطراش وربحهم لما لا هذا مكان خوش انشاء الله وفرازكم اشتركوا في القناة